قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن العلاقات المميزة والقوية بين الصين وفلسطين ساهمت في قيام الصين بدور فعال في تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام من خلال توقيع الفصائل الفلسطينية على بيان بكين في العاصمة الصينية تاريخيا كان هناك دور مميز للصين وثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والاستقلال وعمق هذه العلاقة دفع بالصين إلى أن تأخذ دورا محوريا آخر في تعزيز حالة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وبالتالي عندما دعت إلى هذا الاجتماع وهو كان آخر لقاء حوار ما بين الفصائل في الصين تميز بإيجابية عالية وبروح عالية لأن الصين كانت معنية وتدرك أهمية أن يصل الشعب الفلسطيني إلى وحدة وطنية حقيقية في مواجهة مخاطر الاحتلال أضاف دولة أن الفلسطينيين يعولون كثيرا على مواقف الصين والدول العربية في الدفع نحو وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال والوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية يعني نحن نعول كثيرا على الموقف الصيني ومواقف الدول العربية والصديقة التي تتبنى الموقف والحق الفلسطيني الصين دولة وازنة ولها ثقل وتأثير على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم وهي مطلعة تماما على تفاصيل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ونحن مؤمنون أن بإمكان الصين أن يكون لها دور ريادي مع الأصدقاء والشركاء في الدفع باتجاه وقف العدوان وإنهاء الاحتلال والوصول إلى الدولة الفلسطينية أشار دولة إلى أن الفلسطينيين حارصوا على قوة ومتانة وتطور علاقاتهم مع الصين منذ بدايتها لإدراكهم قيمة وأهمية هذه العلاقات ما ساهم في توسيق الرواب بين البلدين في كافة المجالات منذ أن بدأت العلاقة مع منظمة التحرير والرئيس الراحل الرمز ياسر عرفات حافظنا فلسطينيا على هذه العلاقة لأننا ندرك مدى قيمة وأهمية هذه العلاقة والأكثر من ذلك أن هذه العلاقة تعززت لشراكة سياسية ومجتمعية وتعزيز كثير من الأمور التي تخص مؤسسات دولة فلسطين وتقديم الدورات والدعم اللامحدود العلاقة صارت أكثر عمقا ونحن معنيون في هكذا علاقة لإيماننا بالدور الذي ممكن أن تلعب والصين وجه المتحدث باسم حركة فاتح رسالة تهنئة إلى الشعب الصيني والقيادة الصينية بمناسبة الزكرة الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية إلا طالما تشاركنا مع الصين في إحياء هذه المناسبة والاحتفاء بها لأنها مناسبة لا تخص الصين فحسب وإنما تخص الإنسانية لأن الصين حفرت لها مكانا هاما في الحضارة الإنسانية العلاقة تعدت العلاقة الرسمية إلى العلاقة ما بين الشعبين الفلسطيني والصيني لأن الصين تؤمن بكلها شعبيا ورسميا بحقوق الشعب الفلسطيني وهي داعم بكل مؤسساتها وقطاعاتها سمن المتحدث بسم حركة فتح دعم الصين لحقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية مشيرا إلى أن الصين واجهة حضارية للعالم تقدم الحضارة الإنسانية بشكل مشرف بعيدا عن الدول التي حاولت استخدام المنظومة الدولية لأهداف خاصة بها ترجمة نانسي قنقر